السلام عليكم زيكم يا بنات عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل الباسكت دوت هو لزيز جدا في الشغل وهوريه لكم خطوة خطوة من الف اليهة ان شاء الله عايزكم وانتو بتنقل خيط الكلام بتنقل خيط الوصلات في الليلة موجود الوقت الخيط الكلام اللوكس بقى كويس جدا او في الخيط الكلام المستورد انا استخدمت خيط اسمه وابرة مقاس سبعة هنبتدي الاول نعمل عقدة البداية وما نخليهاش مقفولة تبقى مفتوحة سنة وبعد كده هنعمل خمستاشر غرزة سلسلة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعة عشر خمستاشر هنيجي في الغرزة رقم اتنين هنعمل غرزتين حشو واحد اتنين وبعد كده الست غرز الجايين دولت هنعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة ادي اول واحدة دي التانية تالت واحدة رقم اربعة خمسة ستة الغرزة الجاية هنعملها في العين الامامية والعين الخلفية اللي هي ديت دي وديت بصوا هناخدهم ازاي بالراحة كده بصوا هيبقوا خطين على الابرة وهنعمل فيهم تلات غرز حشو ايه دي اول غرزة وبنعمل الحركة ديت عشان الجزئية اللي احنا عملنا فيها الغرزة دي تبقى ضيقة من من الايه من القاعدة ما تبقاش وسعت ما توسعش الغرزة ديت وإحنا ايه بنعمل فيها او متوسعش السلسلة ديت دي كده تالت واحدة حشو ديت الجزئية دي هتديق بعد كده وإحنا بنشتمل بعد كده هنعمل تاني ستة حشو في كل غرزة غرزة واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة العين الاخيرة اللي هي بتاعت غرزة البداية او عودة البداية هنعمل فيها تلات غرز حشو دي اول واحدة تاني واحدة ثالت واحدة وبعد كده نشد الخطة ديت كويس ونكمل نرف الشغل الجنب التاني وهنكمل هنشوف هنعمل ايه كده لفينا الشغل هنشتغل برضو في العين ديت السطور الجاية او الغرز الجاية الغرز الجاية هنعمل في كل غرزة في الغرز الجاية خمس غرز غرز حشو كل غرزة هنعمل فيها غرزة حشو دي اول غرزة حشو تاني غرزة حشو والخطة ديت نخليها ورا الشغل نخفيها في وسط الشغل تالت واحدة رابع واحدة وديت خامس واحدة الغرزة الجاية هنعملها غرزة تناقص هنعمل ايه هناخد العين ديت والعين التالتة وهنسيب العين اللي في النص اللي هي رقم اثنين يعني هناخد الاولى ديت وهنسيب اللي في النص دي وهناخد اللي بعدها ونسحب الخيط مرة واحدة وبعد كده نرجع نعمل خمس غرز حشو تانيين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وفي اول عين اللي كنا عاملين فيها غرزتين هنعمل فيها غرزة اخيرة برضو وبعد كده هنيجي على اول غرزة حشو مش السلسلية اول غرزة حشو هنعمل فيها غرزة منزلقة ده كده السطر الاول بعد ما خلص المفروض يتكون عندنا عدد الغرز اتنين وتلاتين غرزة نبدأ بعد كده في السطر التاني هنبتدي في غرزة سلسلة وبعد كده هنعمل غرزتين حشو في اول عين اول واحدة تاني واحدة وغرزتين حشو في تاني عين برضو وبعد كده في السبع غرز دولت هنعمل كل غرزة غرزة حشو واحدة اهم حاجة واحنا بنختار الخيط الكليم ان هو لازم يكون مفوش وصالات وان هو يكون مناسب للابرة اللي احنا نستخدمها ما نستخدمش خيط تخين معاي ابرة رفيعة او العكس عشان دوت هيخلي اما الشغل مرخي اما الشغل مجدود جامد فهيخليه متقوص دي كده رقم سبعة العين ديات اللي هي في النص دي دايما هنشتغل فيها تلات غرص حشو تاني غرزة حشو ودي كده تالت غرزة حشو بعد كده هنشتغل في جزئية دي تاني سبعة غرص حشو فوق كل غرزة غرزة واحدة تاني واحدة تالتة اربعة خمسة ستة ستة سبعة وفي الكرف دوات هنعمل في كل غرزة غرزتين حشو اول غرزة حشو في اول غرزة تاني غرزة حشو اول غرزة في الغرزة الثانية الثاني غرزة في الغرزة الثانية اول غرزة في الغرزة الثالثة وتاني غرزة حشو في الغرزة الثالثة وبعد كده في الجزئية ديت هنعمل فيها اربع غرص حشو. كل غرزة في عين تاني واحدة تلتة ودي رقم اربعة. هنيجي في الجزئية اللي في النص دي هنسيب الغرزة اللي في النص ديت وهنشتغل في الغرزتين اللي في الجنبين دولت وغرزتين تنقص. هنعمل ايه? هنسحب الخيط مرة ومنسحبوش تاني ونسيب الغرزة اللي في النص وفي الغرزة رقم تلاتة اللي بعديها يعني هنسحب الخيط مرة تانيا نمسح بينهم هما التلاتة مع بعض تاني. وبعد كده هنا هنعمل اربع غرص حشو. اتنين تلاتة اربعة. وهنا الغرزة الاخيرة دي هنعمل فيها غرزتين حشو. في نفس العين. ادي اول واحدة تاني واحدة. هنسيب غرزة السلسلة بتاعت البداية ونخش في غرزة الحشو الاولى نعمل غرزة منزلقة. المفروض كده عدد الغرز المتكونة في السطر التاني تمانية وتلاتين غرزة حشو. السطر التالت هنبتديه بغرزة سلسلة. وبعد كده غرزتين حشو في اول عين. تاني واحدة. وغرزة واحد حشو واحدة في تاني عين. غرزتين حشو في تالت عين. واحد. اتنين. وبعد كده الجزئية ديت هنعمل فيها تسعة غرص حشو. اعملت برضو باسكت بكعدة بيضاوي. او على شكل بيضاوي. وعملت شنطة بخيط الكليم اللي هي المشهورة خالص ديت. لو حابين تشوفوا الفيديوهات ديت هحط لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف اللي هو موجود اسفل الفيديو. دي كده الغرزة رقم سبعة. وتمانية وتسعة. هنا في الغرزة ديت بنعمل تلات غرص حشو. اول واحدة. تاني واحدة. وتالت واحدة. ودايما الغرزة اللي في النص من القعدة اللي هي في الجزئية ديت هيتعمل فيها تلات غرص حشو. هنا هنعمل تاني تسعة غرص حشو فوق كل غرزة غرزة واحدة. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. جزئية ديت هنعمل فيها. غرزتين حشو اللي هو الكرب التاني بقى. واحد. اتنين. هنا غرزة واحدة حشو. ديت غرزتين حشو. بعد كده غرزة حشو واحدة. واخر واحدة غرزتين حشو. في العين الاخيرة ديت. وبعد كده هنعمل تلات غرص حشو في الغرز اللي جاية ديت. غرزت. كل غرزة. كل عين فيها غرزة واحدة. اول غرزة. تاني غرزة. تالت غرزة. الغرزة ديت فيها التناقص في الاولى والتالتة. وبنسيب الغرزة رقم اتنين اللي هي في النص. بنسحب في اول واحدة. وبنسحب في تالت واحدة. وبنسحب الثلاث خطوات مع بعض مرة واحدة. ما تقلقوش من التقويسة اللي بتبقى في الشغلة دي نتيجة ان احنا بنتني ادينا بنتني الشغل واحنا بنشتغل فاعد. بعد كده هنعمل تلات غرص حشو منفردين في كل غرزة غرزة واحدة. التانية. والتالتة. دي بعد كده هنعمل فيها غرزتين حشو. وفي الغرزة ديت هنعمل غرزة حشو واحدة. ونسيب برضو غرزة السلسلة بتاعت البداية ونخش في غرزة الحشو الاولى نعمل فيها غرزة منزلقة. المفروض ان عدد الغرز المتكونة في السطر دوت اربعة واربعين غرزة. هنبتدي في السطر الرابع بغرزة سلسلة. واول غرزة هنعمل فيها غرزة حشو واحدة. تاني غرزة برضو غرزة حشو واحدة. الغرزة التالتة هنعمل فيها غرزتين حشو. اللي بعديها غرزة حشو واحدة. غرزة حشو واحدة. وبعد كده غرزتين حشو في نفس العين. والجزئية ديت هنعمل تسع غرز حشو. بالنسبة لان انتو تكبروا حجم القلب او تصغروا انا ما بفضلش ان انتو تعملوا سطور زيادة اه الافضل عشان هيختلف شوية في الشكل. الافضل ان انتو تستخدموا خيط سميك اكتر او خيط رفاية اكتر معاها ابرة اصغر او ابرة اكبر على حسب ايه الحجم اللي انتو عايزينه. دي كده اخر واحدة. العين ديت هنعمل فيها الثلاث غرز حشو. اتنين. تلاتة. وبعد كده الجزئية ديت هنعمل فيها تسع غرز حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. الجزئية ديت هنعمل فيها اتنين غرزتين حشو في عين واحدة. وبعد كده كل غرزة من الغرزتين التانين حشو. دي اول واحدة. ودي تاني واحدة حشو. وبعد كده ديت غرزتين حشو. العين دي غرزتين حشو. العين اللي بعديها والعين اللي بعديها غرزة واحدة حشو. بعد كده دي غرزتين حشو. وهنا هنعمل بعد كده اربع غرز حشو في كل غرزة غرزة واحدة. غرزة. تانية. تالت واحدة. ورابع واحدة. بصوا تفردوا بقى جميل ازاي? هنا التناقص بتاع كل مرة هنسيب اللي في النص وهناخد في الاولى والتالتة. غرزة حشو تناقص. وبعد كده اربع غرز حشو تاني في كل عين غرزة واحدة. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعد كده غرزة تزايد غرزتين في العين دي. اول واحدة. تاني واحدة. هنسيب برضو غرزة السلسلة وفي غرزة الحشو الاولى هنعمل غرزة منزلقة. كده احنا خلصنا قاعدة القلب. او القاعدة بتاعت الباسكت. ده شكله كده بعد ما خلصناها. هنبتدي بعد كده نلف الشغل. وهنعمل غرزة منزلقة. في كل غرزة. ننخش في الغرزة عادي في العين الامامية والعين الخلفية. وناخد الخيط سحبة واحدة على الابرة على طول. غرزة منزلقة. هنعمل في كل عين غرزة منزلقة. واهم حاجة ان الغرزة اللي احنا بنعملها او المنزلقة اللي احنا بنعملها ما تبقاش ولا دايقة قوي ولا واسعة قوي. لو دايقة هتخلي الشغل برضو يتقوص معنا. لو واسعة هيبقى شكلها مش جميل. وده آآ الهدف من غرزة المنزلقة ديت ان هي تدي كنار او تدي برواز آآ بارس شوية شكله جميل كده على شكل السنبولة. وصوا شكله ازاي? هنعمل السطر كله بنفس الطريقة دي. ماشي. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد كده? ده كده الشكل اللي تكون عندنا بعد ما عملنا غرزة المنزلقة في كل غرزة. تمام? هنيجي بعد كده في العين اللي فوق اللي هي بتاعت اخر غرزة حشو في السطر اللي فات هنعمل غرزة منزلقة برضو. وبعد كده نبتدي السطر الجديد بقى. هنشتغل في السنبولة اللي فوق. مش السنبولة اللي احنا كوناها نتيجة غرزة المنزلقة. لا في السنبولة اللي فوق اللي هي ديت. هنعمل فيها غرزة حشو عشان نبتدي نرتفع بالباسكت. هنسيب السنبولة اللي تحت اللي هي هتدي شكل الاطار. وهنشتغل في السنبولة اللي هي اللي فوق. الجزئية اللي فوق. دي. هنعمل السطر ده كله غرزة حشو عادية في كل غرزة حشو. بصوا ده هيبقى شكله. ودي شكل السنبولة اللي تكونت من انشكل غرزة المنزلقة. هنكمل السطر كله بالطريقة دي. دي كده اخر غرزة. هناخدها مع العين الخلفية للسلسلة. والعين الخلفية للغرزة الاولى. ونسحبهم مع بعض. عشان نقفلها صح. برضو لو ليكم اي طريقة تانية او فكرة تانية انا حسيت ان دي كده كويسة. هنبتدي بعد كده هنعمل الغرزة الحشو اللي هي على شكل الفي او شكل السنبولة. بنسيب العين ديت وبنخش ما بين الغرزة نفسها. في بتاع الغرزة. بصوا الغرزة بيبقى فيها كأنها في احنا نخش في وسط الغرزة. ما بنخشش عادي في غرزة الحشو زي ما بنخش من الجنب. بنسيب الجنب دوت وبنخش في وسط الغرزة نفسها. دي بتدي الشكل اللي هو شكل السنبولة او غرزة اللي احنا بنعملها. اهي تانية. بصوا بيبقى شكلها ازاي? في نص الغرزة. هنكمل بعد كده ست سطور بنفس الطريقة ديت. ونفس التقفيلة دي. هوري لكم تاني التقفيلة. بس بدلا ما كانت بقى في الغرزة الاولى والغرزة التانية في الغرزة بس الايه? الاولى. هناخد العين الخلفية بتاعتها ونقفل. عشان ما يبانش لنهاية السطر فين. وهنكمل بنفس الطريقة دي في كل الايه? السطور الجاية. هنعمل السطور ونقفلها بنفس غرزة الحشو الاخيرة مع العين الخلفية للغرزة الاولى. ده كده شكل الباسكت بعد ما وصلت للسطر السادس او للسطر اللي انتو حابين ان الارتفاع بتاعه. وهقفلها بنفس الطريقة تاني. بعد كده هخش عادي واخدى السمبلتين. وهبتدي اعمل تاني غرزة منزلقة. بخش في الغرز عادي واعمل غرزة منزلقة. وده يدي برضو شكل سمبولة تاني او اطار تاني على شكل سمبولة. وبردو دي حاجة اختيارية. لا حبنا. بس هو بصراحة بيدي شكل جميل. فاخسارة ان انتم ما تعملوش يعني. وزي ما قلنا واحنا بنعمل غرزة المنزلقة. نعملها ولا هي ديئة جدا ولا هي واسعة جدا عشان تبقى مظبوطة في الشغل. بصوا ده هيبقى شكلها كده من فوق وكده من الجنب. فبيبقى شكلها لزيز بصراحة. هنكمل السطر كله ونشوف. ده كده شكل الباسكت بعد ما خلصنا كل اللي فيه بالقنار الامامي والقنار اللي تحت. فاضل دلوقتي ان احنا نقفل الباسكت. فهنعمل دلوقتي مع بعض اخر غرزة منزلقة. وبعد كده هنشد الخيط نطلعه. وهندخل الخيط داخل الباسكت. كده الجزئية الامامية او الجزئية بتاعت الباسكت من قدام مش باين فيها شكل الخيط. هنيجي بقى الجزئية ديات. هناخد الغرزة اللي هي السمبولة اللي جوه دي او غرزة الحشو الاخيرة لمعمولة. في العين الامامية والخلفية ونسحب الخيط منها بالروحة. وبعدين هنيجي الاخر غرزة حشو عملناها مش غرزة منزلقة. الاخر غرزة حشو. تمام? هنسحب الخيط لها. دي اخر غرزة حشو. لازم نركز في مكان غرزة الحشو الاخيرة. ديت. هناخد الخيط من جوه لبرا. مش من برا لجوه. والخيطة ديت. كده خلاص احنا قفلنا اللي هو التقفيل النضيف. الخيطة ديت هنبتدي ندخلها ما بين الشغل ونخرجها ما بين الغرز. بحيس ان احنا ننزلها للكعدة وبعد كده هندخلها بقبرة تنضيف في الكعدة. من ايه? من اقفل تقفيل نضيف بحيس ما يبانش الخيط ده خالص. دي فكرة في طريقة التقفيل لو فيه فكرة بالنسبة لكم احسن استخدموها. كده احنا خلصنا. اتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للشانيل والسلام عليكم.